اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكلية ادوفايا الاهتمام بالبيئة مهم جدا لان الانسان صحة الانسان جميع وجوانب صحة الانسان الجسدية النفسية العقلية والروحية جميعها مرتبطة بعملية الحفاظ على البيئة بحيث الانسان يعيش مع البيئة المحيطة له ولذلك الاهتمام بالبيئة تعتبر مهم جدا يعني يعتبر شيء من اساسيات وكما ارتعينا من خلال ابحاثنا توصلنا بان طبعا المكونات الاساسية التي هي كمصدر اساسي في خلق وتكوين كل انسان بما فيه انت وانتي طبعا كل انسان بداية خلق الانسان وطبعا انت سبحانه اول منفق مروحي الى المخلوقة وهو انت وانتي دون اي استثناء دون اي استثناء مجرد تكون في بداخل رحمة الامة تكون بسأل هذا السأل هو ماء ساخن ومكونات الماء ساخن وهي بالتحديد بالتحديد الماء الطاقة الحيدروجين والاكسجين طبعا ما خلال ابحاثنا مع الالتزام يعني الكلي كل انسان دون اي تميز دون اي استثناء سوى طفل او مسنن او مراحقا لابد الالتزام ببرنامج صحي والعلاجي لطريقة تناول ماء ساخن والاسليب الصحية والعلاجية الاخرى بل الاساس هو البرنامج تناول ماء ساخن طبعا درجات الحرارة تختلف بينها في العمار من حيث الكبار سن وصغار سن والكمية كذلك مع الالتزام العودة الى تناول ماء ساخن من حيث فوائده الصحية البرنامج الصحي للماء ساخن للحفاظ على الصحة والوقاية من الامراض وتكميلة الصحة لجميع جوانبها مجرد انسان يعود الى هذا البرنامج ويلتزم بجميع التطبيقات الصحية الستة كما اصلافنا مرارا هذه التطبيقات من حيث تساعد الانسان يشعر باحمية الاهتمام بالبيئة الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها والحفاظ عليها ومن حيث يستطيع يعيش حياة كريمة حياة سعيدة مع المجتمع المحيط له وكذا ولذلك اهتمامنا الكبير بأن يكون مركز الصحة الشمالية في ولاية بلاكسبورغ وفي سلطنة عمان ودول الخليجي العربية ودول عربية ودول اخرى من خلال نشره هذا اول ما حنتوصل به هذا الاكتشاف العلمي كاثبات علمي ومعملي باشراف علماء وهذا طبعا هو جهدنا كامل فيها مجهودنا بالكامل طول الوقت مركزين على هذا جانب أن تتم أول أبحاث معملية وسريرية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية للإثبات العلمي لأنه حتى ينتشر حول العالم ونحن مؤمن بهذا بمعنى قويا التحديات نتجاوزها بإرادة من الله فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن سيئات ذلك ذكر للذاكرين وأصبر فالإنسان ما عنده صبر وأصبر فإن الله لا يضي أجر المحصنين لذلك الصبر 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 مواصلة الكفاح مواصلة بقدر المستطاع عدم اللوم سواء شخص أو فرد أو مجتمع أو كيان أو دولة أو أي مهم الإنسان عندما يؤمن بشيء وبفوائد البشرية يواصل هذا الكفاح ونسلط عليه وفقنا ونشكركم جميعا كل من الذين يدعمونا معنويا وبكل الدعم بكل الأسليب حتى نستطيع نمضي قدما ونواصل هذا الكفاح الذي توصلنا إليه حتى الآن بهذه الأبحاث وهذا الاكتشاف 11 سنة ونحن عازمين على مواصلة هذا الكفاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة